الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ويحمل بعض الدول المتقدمة مسئولية تفاقم أزمة التغير المناخي بالعالم شكري يستقبل وفدا من مجلس نواب الأمريكي ويجدد رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية العدل الدولي تبدأ جلسات استماع بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة ووزير الخارجية الفلسطيني يؤكد أن هناك إبادة جماعية تحدث في غسر الثالثة مسئلة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جريميكش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل لتنفيذ تعهداتها الخاصة بالمناخ مشينا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قاطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار جاء ذلك في مداخلة لرئيس السيسي بجلسة حوارية بعنوان التحول الطقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعثات خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع لطاقة إيجيبس 2024 تصوروا أننا في مصر أيضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 إلى 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق الموجودة في الدولة المصرية على خلال سبع سنوات أيضا قدر أقول بمنتهى التواضع أننا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جدا أنفقنا أموال ضخمة جدا والحقيقة يعني يا ترى كان هالي النهاردة المؤسسة التمويل وهي شايفانا وإحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد أن هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة أو التعاودات اللي إحنا عمناها ننفذها بالفعل ده سؤال أنا بطرحه وبسيبه كده والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على أفاقي إذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضت أو الاقتصادياتها متوضعة ودي كلمة يعني مهزبة يعني أنا بتكلم عن الناس اللي اقتصاداتها صعبة هتعمل إيه؟ إحنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 إن في مئة مليار دولار هيبقيتم ضخهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل وإحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل إحنا بنتكلم النهاردة من 15 لنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين لم يضخ أموال بالقيمة دي تبقى للتعاودات اللي تمت وأشار رئيس سيسي إلى التحديات السابقة والرهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعية فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية فضلا عن الأوضاع على الحدود مع ليبيا والسودان وقطاع غزة وأكد الرئيس سيسي أن الدولة كانت تفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق مضيفا أنه خلال سبع سنوات الماضية تم التغلب على هذه المشكلة هناك تحدي للدول اللي زي حالتنا زي مصر كده مش بس في التمويل النهاردة مصر بقالها كورونا خدت سنتين وده تحدي اقتصادي كبير جدا وجهنا ثم بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية ثم اللي انتوا شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفة مع ليبيا ومع السودان وحتى دلوقتي مع قطاع غزة وانتوا شايفين النهاردة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا ده تراجع بنسبة 40 لـ 50% يعني طب كل ده بيتم والنهاردة المفروض من الدولة المصرية ليها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل أنا مش يعني مش مش بشتكي يعني لكن أصدأ أقول ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه إذا كان فيه تعهدات احنا كدولة مصرية حرصت علنات نفسها التعهدات دي اللي تزام بيها كان أموال ضخمة تم دخها عشان نقول وإحنا عاديين معاكوا دلوقتي احنا فعلا 15 مليون واحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز ونصف مليون عربية أو أكثر بتعمل بالغاز الطبيعي ولو فيه فرصة تمويل أكثر هنعمل أكثر من كده أكد الرئيس عبد الفتح سيسي أن بعض دول المتقدمة تتحمل مسئولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم وأضف رئيس سيسي أن دول المتقدمة حينما تضع تعهدات بشأن المناخ تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات حيث إن قدرتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من الوفاء بتلك التعهدات الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول تانية عندما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدرتها التنظيمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أنها لما تقول تعهد تقدر تعمله لكن في دول في أفريقيا وزي مصر منها في أفريقيا ومصر منها لما تضع تعهدات بتبقى تعهدات دي صعبة جدا لأن هي أقل أقل شيء مطلوبة هو التمويل 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 المنخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عالية وبتحتاج للسيسمرات ضخمة جدا ولكن طب إحنا حنمول دامنين وخدينا ديك مثالين صغيرين طارق الملة أو المهندس طارق أتكلم عن أن إحنا خلال السبع سنين اللي فاتوا فقدرنا نطلع باستخدام يعني الطهي النظيف إلى حوالي 15 مليون واحدة أو 60% من إنتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل الـ 15 مليون واحدة أو نخلي 60% من الوحدات السكنية في مصر تعمل بالغاز الطبيعي ده كلفنا ديه وقت وجهد وأموال هذا وتوسط سيد الرئيس صورة تذكرية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول المهندس طارق الملة وعدد من الوزراء والمشاركين بمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024 قبيلا تلقي أعمال المؤتمر وتقام فعليات المؤتمر والمعرض خلال الفترة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين من فبراير الجاري تحت شعار تحفيز الطاقة تأمين الإمدادات والتحول الطقي وخفض الانبعاثات بمشاركة مائة وعشرين دولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وخلال كلمته بمؤتمر إيجيبس 2024 قال وزير البترول طارق الملة أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي خمسة عشر مليون وحدة سكنية منها تسعة ملايين وحدة تم توصيلها خلال تسع سنوات الماضية بما يعادل ستين في المائة كما أشار وزير البترول إلى أنه تم تحويله نحو خمسمائة وأربعين ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي خمسة عشر مليون وحدة سكنية منها تسعة مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل ستين بالمائة تحويل نحو خمسمائة وأربعين ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط سبعين في المائة منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو فضلا عن مضعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي خمسة أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى ألف محطة تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يسهم في تحقيق أهداف التعهد العالمي للميثان الذي أعلن السيد رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى في يونيو 2022 التواصع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطع البترول مما ساهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء أكد كريستفر هودسون رئيس الشركة المنظمة لفعليات مؤتمر إيجيبس 2024 للطاقة أكد أهمية دفع بالتحول الطاقي وتأمين إمداد وإزالة الكربون فضلا عن الابتكارات والشركات الجديدة وشد هودسون على أن مصر تلعب دورا مهما في التغيير بين تعقيدات مشهد الطاقة من أجل الابتكار والاستثمار والسعي إلى تأمين طاقة مصادمة إن مصر تلعب دورا فعالا وحيويا كمنصة ومحافظة للتغيير وذلك عند التنقل بين تعقيدات مشهد الطاقة والتزايد الفرص من أجل الابتكار والاستثمار ومعا نحن نسعى من أجل تحقيق وتأمين مستقبل طاقة مستدام على مدار الثلاث عام القادمة سوف ناقش سياسات والاستراتيجيات وبناء شراكات مثمرة من أجل تحقيق صناعة طاقة فعالة من أجل المستقبل في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط وتلعب مصر دورا حيويا في هذا النظام الإيكولوجي الكبير بالطبع على مدار السبع سنوات الماضية ومنذ بدأت مصر معرضها الطاقة إنها تخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق الالتزام وتأمين التطور المستور ومواجهة التحديات الصناعة الملحة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم موراي أوشين كلوس على همش معرض ومؤتمر إيجيبس 2024 أكد رئيس السيسي الأهمية التي توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعثات كما أشار إلى التسقي وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما تعلق بالتحول العادل للطاقة وتطلع مصر لتعزيز التعاون القادم مع الشركة البريطانية خاصة في مجال إنتاج الهايدروجين الأقدر سعيا لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من جانبه أشاد أشينكروز بالنهج المصري المتوازل لتطوير قطاع الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة استغلالة لإمكانات المصرية الكبيرة في هذا المجل ترجمة نانسي قنقر تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بواجب العزاء للأهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأردن الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في وفاة المخفور له خالد ابن مساعد ابن سيف والد الأمير رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني وعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق دعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان تنطلق غدا فعليات المنتدى العالمية السالس لثقافة السلام العدل بالتعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة عبد العزيز سعود البطين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوصل المنتدى حتى الثاني والعشرين من فبراير الجاري بحضور نقبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقافين والأعلمين من مختلف دول العالم حيث تتضمن فعلياته ستة جلسات حوارية تتناول في المحور الرئيسي لها قضية التنمية والسلام العادل وفق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل يتضمن هذا التعديل تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة يصهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إرادات الموازنة العامة للدولة وتسع وخمسين هيئة اقتصادية بما يصل إلى نحو خمسة تريليونات جنيها ترجمة نانسي قنقر استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس آدم سمثة زعيم الأقلية الدموقراطية باللجنة الخدمات العسكرية والذي يزول مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة تناولت المباحثة الوضع في قطاع غزة حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وأي تأفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة وأكد وزير الخارجية على أن مصر لا ترى بديلا سوى الوقوف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات وضحة تجاه إطلاق عملية سلام جدة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بدأت محكمة العدد الدولية جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن تأتي الجلسات في سياق طلب الجامعية العامة لأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول أثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية هذا وقد قام وزير خارجية الفلسطيني رياض الملكي بعرض خمسة خرائط للأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدد الدولية توضح حقيقة الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر العقود الماضية دون وجه حق وخلال كلمة له أمام محكمة العدد الدولية أكد الملكي أن الفلسطينيين يعد من المحرومين من حق تقرير مصرهم لافتا إلى أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة هذه الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب والمحاسب إسرائيل على المستوى الإخلاقي والحكومات المتعاقبة في إسرائيل فقد قدمت ثلاث خيارات الفلسطينيين إما التحرير إما الترحيل أو الاعتقال أو الموت والتطهير التطهير العرقي والإبادة الجماعية ولكن شعبنا هنا حتى يبقى على أرضه وحقه في العيش بحرية على أرض أجداده وعدم التسليم بحقوقه لذلك أطلب منكم بعد الاستماع لهذه الأدلة القانونية التي ألا تنسوا الشعب الغزة الصيني وأن شعبنا يناضل في كل يوم من أجل العيش كأفراد وعام مجتمعات وكأمة وقبل أقل من شهر هذه المحكمة أقرت بإجراءات موقعة بعد الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تحت معاهدة البادة الجماعية والتي تواصل إسرائيل انتهاكها مفلتة من العقاب ومحتلة للأراضي الفلسطينية والقيام بالانتهاكات على أراضينا من أجل أغراض استعمارية هذا الاحتلال والحق الأراضي بطبيعته هي اختراق لدنيء وخبيث للقوانين الدولية أهلا بكم من جديد عودة لمتابعة تطورات الملف الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر قالت عضو الفريق القانوني لفلسطين إنه لا يجب على القوى المحتلة أن تفرض سيادتها عبر إقامة المستوطنات والتوسع فيها ولفتت عضو الفريق إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لعقاب جماعي ومحاولات للتهجير القصرية حكومة الإسرائيلية تشارك في الجريمة ضد المواطنين الفلسطينيين وهي جزء من العنف الاستيطاني ضد المواطنين الفلسطينيين المستوطنون الإسرائيليون لا يتم محاكماتهم أو مقاداتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحق المواطنين الفلسطينيين والأطفال الفلسطينيين وبعض الدول الصديقة من إسرائيل تحدثت عن عنف المستوطنين وفرضت قيوداً على المستوطنين الإسرائيليين على الرغم من علاقة الصداقة التي تربطها بإسرائيل وذلك لما ترتكبه مجموعات المستوطنين من انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين إلى جانب سياسة هدم البيوت وكذلك العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين وإيجاد بيئة منفرة للشعب الفلسطيني قال متحدث حكومي إن ألمانيا تشعر بقلق بالغ إذا الهجوم الإسرائيلي المحتمل أرى رفح وأضاف المتحدث أنه من الصعب تقييم الوضع الإنساني في رفح بشكل صحيح إلا أنه أشار إلى أن الجميع يعلم أنه كارثي وأضاف أنه حالة تنفيذ الهجوم فيجب على إسرائيل الإجابة على سؤال حول كيفية إجلاء ما يصل إلى مليون وثلاثمائة ألف مدني يحتمون هناك حاليا حضرت الأمم المتحدة من الآثار المدمرة على المدنيين للعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة وقال وكيل الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنصق الإغاثة طارئة مارتين جريفش إن العمليات العسكرية في رفح بغزة قد تؤدي إلى مسبحة وتترك العملية الإنسانية التي وصفها بالهشة بالفعل على أعتاب الموت دعيا إلى إنهاء الحرب إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتين إنه يأمل في توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع فيما تعلق بفرض عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية وأكد وزير الخارجية الإيرلندي أن العالم مصدوم من مستوى ما وصفه باللا إنسانية في غزة على حد تعبيره أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحياتها مئة وسبعة شهداء ومئة وخمسة واربعين إصابة خلال أربع والعشرين ساعة الماضية بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى تسعة وعشرين ألف واثنين وتسعين شهيدا وتسعة وسبعين ألف وثمانية وعشرين حالة إصابة منذ سبع من أكتوبر الماضي أشرت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يمنع تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى عدد من ضحايا المتواجدين تحت الركام قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس البرازيلي لولادا سالفا سيظل شخصا غير مرغو فيه في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية بالإبادة الجماعية التي ارتكبها نازيون خلال الحرب العالمية الثانية وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي أن الوزيرة أختر سفير البرازيل بالأمر معتبرا أنه هجوم خطير أنت الحكومة النرويجية أنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة لسلطة الفلسطينية والتي جامعتها إسرائيل بما يوفر تمويلا حيويا لسلطة الفلسطينية قال رئيس الوزراء النرويجي إن هذا الحل يعد ضروريا لتعزيز الاستقرار في المنطقة والسلطة الفلسطينية لتعظى بشرعية بين شعبها أكدت الحكومة النرويجية أن الحل المؤقت سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية بما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من تدعيات قرار منع دخول فلسطينية الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى وتقييد دخول فلسطيني القدس ورادي 48 إلى المسجد خلال شهر رمضان المبارك وأوضح مجلس الإفتاء أن المسجد الأقصى المبارك يمر حاليا بواقع مؤلم وخطير دعينا إلى أخذ هذا القرار على محمل الجد رغم الخلافات الإسرائيلية الداخلية التي ظهرت في العلن مؤخرا بشأن الموقف من دخول المصلين من الضفة الغربية المحتلة إلى الحرم القدسي الشاريف خلال شهر رمضان المبارك استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لتوصية وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير وأفرض قيودا على دخول الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر للصلاة في المسجد الأقصى خلال الشهر الكريم القناة الثالثة عشر الإسرائيلية قالت إن القرار اتخذ خلال مداولات عقدت في هذا الشأن برئاسة نتنياهو ومشاركة وزير الأمن القومي ووزير الدفاع يؤاف جالنت والجهات الأمنية المعنية وذلك رغم تحذير الشابك من فرض قيود تحد من دخول فلسطيني مناطق الثمانية والأربعين إلى المسجد خلال شهر رمضان الذي يحل في مارس المقبل وحسب القناة فإن بن غفير يطالب بحظر دخول المصليين من سكان الضفة إلى الأقصى نهائيا خلال رمضان في حين تطالب الشرطة بتقييد أعمار المصلين للسماح لمن هم في الخامسة والستين عاما فما فوق بدخول المسجد فيما أوصى الشابك بالسماح لمن يبلغون من العمر خمسة وأربعين عاما فما فوق بالدخول وخلال مداولات عقدت في الأيام الماضية قال مسؤولون أمنيون إنه إذا تم منع عرب إسرائيل الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول الحرم الكدسي في شهر رمضان فإن ذلك قد يؤدي إلى اترابات واسعة وإن القابلية لانفجار فلسطيني القدس الشرقية والفلسطينيين في إسرائيل في أعقاب خطوة من هذا القبيل يمكن أن تكون أكبر بكثير مما قد يحدث في الضفة الغربية المحتلة أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بإشان للدعاة الموثقة بوقوع انتهاكات جاسيمة لحقوق الإنسان لا تزال تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية أوضح الخبراء أن المعلومات والتقارير الواردة لديهم تفيد بأن هناك نساء وفتيات فلسطينية قد تعرضنا للإعدام التعسفية في غزة في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة بما في ذلك أطفالهم كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات بما في ذلك المداهمات والمدافعات عن حقوق الإنسان وكذلك الصحفيات والمحاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي لا يزال الأهالي في قطاع غزة يحدهم الأمل في الوصول إلى ذويهم تحت الأنقاض وفي بلدة زويدة التي تقع إلى الشمال الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع يبحث الفلسطينيون تحت رقام المنازل المدمرة أملا في الأوثور على ذويهم أحياء كانوا أو شهداء مشهد متكرر يدمي القلوب قلوب كل من يتابع المأساة الإنسانية في قطاع غزة إلا سكان القطاع الذين اعتادوا مواجهة الاحتلال بصدور عارية لا تخيفهم غارة أو قصف أو اشتباك وسط هذه المباني المهدمة يبحث سكان وسط غزة بين الأنقاض عن روح لم تصعد لبارئها أو أشلاء وجثامين ذويهم وأقاربهم ممن سقطوا ضحية القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع هنا في الزويدة خارج دير البلح يبحث السكان بين أنقاض هذا المبنى المدمر باستخدام المجارف ومنشار كهربائي وجرافة على أمل العثور على من لا يذالون محاصرين ويقول سكان الزويدة إنه يعتقد أن 36 شخصا على الأقل دفنوا تحت أنقاض المبنى بينهم 32 شخصا من عائلة واحدة وعلى مدار أكثر من 135 يوما أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد ما يقرب من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وتسبب العدوان في نزوح حوالي 80% من سكان شمال ووسط غزة إلى جنوب القطاع فيما يواجه معظمهم خطر المجاعة والأوبئة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه للمرة تفامنة على التوالي فشلت محاولات التنصيق من خلال المؤسسات الدولية ذات العلاقة مع سلطات الاحتلال للسماح بأدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ووقود لمستشفى الأمل بمحافظة خانيونس أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال يواصل فرض الحصار المطبق منذ 27 يوما وصلت هدفات متكررة وقت حامل المستشفى واعتقال عدد من التواقم الطبية والإدارية وهو ما ينظر بتوقف العمل في المستشفى لا سيما وأن مغزون الوقود بات على وشك النفاذ شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ووقف تأجيج نظام الفصل العنصري وانتهكات حقوق الإنسان وكانت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كلمار في بيان صدر عنها أنه يجب على العالم إدراك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهكات حقوق الإنسان المتكررة في الألاضر الفلسطينية المحتلة ولفت البيان إلى أن محكمة العدل الدولية قضت بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية محذرة من العواقب الكارثية للسماح لجرام الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عن وجود ما يقرب من 17 ألف طفل فلسطيني في غزة انفصلوا عن عائلتهم بعد مرور نحو خمسة أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة ويعاني الأطفال في قطع غزة من سلسلة من الأعراض النفسية المرتبطة بالخوف والاكتئاب والقلق والاضطرابات السلوكية والتبول الأراضي وعصبية المزاج وغيرها من الأمراض كانوا هنا يلعبون ويسعدون بطفولتهم كنا هنا نرعاهم ونأمل لهم في حياة هانئة وفجأة تغير كل شيء في السابع من أكتوبر حكم الاحتلال الإسرائيلي على عائلاتنا بالموت والشتات في غزة نازحون من غزة هذا هو الوضع المؤسف الذي آل إليه آل شمال القطاع بعد اضطرارهم للنزوح إلى الجنوب ومن ظل منهم وبقى تقطعت به السبول عن باقي أفراد عائلته خياران كلاهما مر إما النزوح أو الموت فرضهم الاحتلال الإسرائيلي على أهالي شمال غزة ولم يترك لهم إلا ما هو أمر منهما وهو الشتات أكثر من 135 يوما من الموت والضمار والآلام مروا على أهالي غزة سنوات وسنوات وعلى العائلات المشتتة طهرا يعيشون الرعب كل لحظة خوفا على عائلاتهم أول الحرب سابرت على الجنوب والتواصل ضعيف ضعيف ومتتقيد كل جهب أو كل 20 يوم لما يعني يلقوا طنت ويصير فيه إرسال وفيه تجاوب وبينتقلوا من منطقة لمنطقة زي ما انت عارض ويعيشون على أمل أن يجمعهم لقاء ثاني فلا هم في مأمن بالشمال ولا وعود الاحتلال بأن الجنوب آمن صدقت أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم مهمة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات قوات الحوسي في اليمن حسب ما أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وقالت فوندرلاين إن أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر وذلك عبر العمل مع شركائها دوليين كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت إن الحكومة الألمانية تندد بشدة بهجمات قوات الحوسي في اليمن على السفن وأضفت أنها شكرت المملكة العربية السعودية على مساعدتها في أحباط هجمات ممثلة بإسقاط طائرات مسيرة وصواريخ أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تضرر سفينة على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخى في اليمن ووضحت الهيئة حدوث انفجار على مقربة من السفينة ما أدى إلى حدوث أضرار بها لافتة إلى أن التقارير الرئيسية تشير إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير فيما تقوم السلطات العسكرية بالتحقيق بدورها أعلنت قوات الحوسي استدافة السفينة البريطانية بعدد من الصواريخ البحرية وأنها معرضة للغرق في خليج عدن نتيجة الأضرار التي لحقت بها كما أعلنت قوات الحوسي تمكن دفاعتها الجوية من إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ في أثناء آدائها مهام عسكرية بالحديدة إصدافت اليابان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شاميهال في توكيو لبحث إعادة إعمار أوكرانيا حيث تعادت اليابان بتقديم أشكال أخرى من الدعم للشركات اليابانية مع اقتدام الحرب في أوكرانيا ومع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثالث تعهدت اليابان بتقديم مساعدات مالية تتجاوز قيمته عشرة مليار الدولار وذلك في إطار سعيها في إظهار التضامن مع جهود كياب الحربية ذكرت وكالاته أنباء روسية رسمية أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على مصنع أفنديفكا للكيمويات وفحم الكوكا بعد سقوط معظم البلدة في أيديها في مطلع الأسبوع في أقابي أشهر من القتال العنيف بعد سقوط أفنديفيكا أكبر مكسب لروسيا منذ سيطرتها على مدينة باخموت في مايو 2023 مع تواصل التقدم الروسي يقابله تراجع أوكراني في مدينة أفنديفكا ذكرت مصادر روسية رسمية أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على مصنع أفنديفكا للكيمويات وفحم الكوك بعد سقوط معظم المدينة في أيديها وفي أعقاب شهور من القتال العنيف أكدت روسيا أن وحدات أوكرانية كانت تتحصن داخل المصنع الواقع عند الطرف الشمالي الغربي لبلدة أفنديفيكا والذي كان قبل الحرب أحد أكبر المصانع في أوروبا سقوط أفنديفيكا يعد أكبر مكسب لروسيا منذ سيطرتها على مدينة بخموت في مايو 2023 ويأتي بعد عامين تقريبا من اليوم الذي أطلق فيه الرئيس فلاديمير بوتين عملية خاصة في أوكرانيا تقع أفنديفيكا في منطقة دونباس الصناعية على بعد 15 كيلو مترا شمالي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا إلى ذلك أكدت السلطات الأوكرانية أنها فتحت تحقيقا في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على 6 جنود أوكرانيين غير مسلحين في أفنديفيكا كانوا يعانون من إصابات خطيرة وينتظرون الإجلاء وجاء سقوط أفديفيكا في الوقت الذي تنتظر فيه أوكرانيا بفارغ الصبر منذ أشهر تصويت الكونجرس الأمريكي على مساعدات بالغة الأهمية بقيمة 60 مليار دولار لمساعدتها في الحرب أكدت الرئاسة الروسية أن التحقيق في وفاة المعارض الروسي إليكسي نافلاني مستمر وأوضح الكريملين أنه لا توجد نتائج حتى الآن فيما يتعلق بالقضية وهذا وأبلغ المحققون وإلدت المعارض الروسي ومحاميه أنه تم تمديد فترة التحقيق في وفاته في السجن وأفدت المتحدثة باسم فريق نافلاني أن الفريق لا يعرف المدة التي سيستغرق هذا الأمر وأن سبب الوفاة لا يزال غير محدد عبر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء حوادث اختطاف وإتجار بالبشر في جنوب السودان وأكد المجلس ارتفاع هذه الحوادث في المناطق الشرقية الحدودية مع إثيوبيا حيث يختطف مسلحون الأطفال والنساء ويقتلون ذويهم من الرجال وطلب المجلس حكومة البلاد باتخاذ إجراءات عاجلة حيال هذه الانتهكات الجسيمة مشيرا إلى عدم فعالية الجهات القانونية في جوبا كما طالب المجلس السلطات في جنوب السودان بمتابعة اختتام عملية الانتقال السياسي لتحقيق السلام اختحت عواصف رملية شديدة شمال الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع ما أدى إلى تعطيل وسائل النقل وترك آلاف الأشخاص عالقين وشهدت مدن مختلفة في شمال غرب الصين هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف رملية ما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص موجة من العواصف الرملية القوية تكتاح شمال الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع أدت إلى تعطيل وسائل النقل وتقطع السبلي بآلاف الأشخاص في إقليم شينج يانج شمال غربي البلاد شهدت مدن مختلفة بينها باتشو هبوب رياح قوية مصحوبة بعواصف رملية كما ضربت عواصف بقوة الإعصار مدينة توربان ما أدى إلى إجلاء أكثر من ثلاثين ألف شخص وذكرت الفيزيون الصين المركزي أن منطقة نينجشيا ذاتية الحكم ومقاطعة شينشيا المجاورة واجهت أيضا عواصف رملية شديدة ما أدى إلى انخفاض الرؤية المحلية إلى أقل من خمسمائة متر ورفع المرصد المركزي للأرصاد الجوية التحذير إلى اللون البرتقالي لموجة برد وتحذيرا باللون الأزرق لعواصف رملية ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة غير مستقرة حتى الثاني والعشرين من فبراير الجنة وسط أجواء من الموسيقى يحتفل متنزه دازني بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعام التنين القمرية الصينية وتنظم الصين حول العالم احتفالات تجذب العديد من الزائرين وتتضمن مواكب كرنفالية رائعة يرحب متنزه دازني بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعام التنين القمرية الصينية من خلال الموسيقى الرائعة والأزياء الملونة والرقصات التقليدية في احتفالات تستمر طيلة شهر فبراير مواكب كرنفالية تحرص الصين على تنظيمها بمدن وعواصم العالم تجذب حشودا كبيرة وتمثل مناسبة لبكين للتعريف بثقافتها واستخدام قوتها الناعمة للتأثير في الآخرين وتشمل الأنشطة الثقافية الأخرى كتابة الخط الصيني وجدار الأمنيات حيث يمكن للزوار التعبير عن آمالهم وأمنياتهم للعام الجديد كما تقدم الحديقة المأكلات الصينية الشهية لإرضاء أذوق الزوار حيث يسمح لهم بتذوق ستة أطباق تقليدية من مجموعة من الأكشاك المختلفة التي تقدم المأكلات الأسيوية من كاليفورنيا إلى باريس حيث تواصلت الاحتفالات بالعام الصيني الجديد مع توافد آلاف الباريسيين إلى الحي الصيني لمشاهدة العرض السنوي للعام القمري الجديد ويعد عام التنين وفق التقويم القمري الصيني من أكثر الأبراج حظا في الأبراج المؤلفة من 12 عاما ما يجعل احتفالات هذا العام مميزة في مختلف مدن العالم لا سيما المدن الصينية شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الموقف المصري الرافض للتهجيل القصري للفلسطينيين من غزة ودورة ادخال المساعدات الإنسانية للقطاع جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية لكادفوار أداما بيكتو جو حيث أشهد جبالي بموقف كادفوار المطابق للموقف المصري من ضرورة وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع من جهته أشهد رئيس الجمعية الوطنية لكادفوار بالجهود المصرية المضنية لحل الأزمة في قطاع غزة وإدخال المساعدات للفلسطينيين مشددا على رفض كادفوار لما يحدث من مجازر إسرائيلية في القطاع بحق المدنيين العزل واستهداف المدارس والمستشفيات وبهذا الخبر ننصر أياكم إلى ختم هذه النشرة ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العنوان الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ويحمل بعض دول المتقدمة مسئولية تفاقم أزمة التغير المناخي بالعالم شكري يستقبل وفد من مجلس النواب الأمريكي ويجدد رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة ووزير الخارجية الفلسطيني يؤكد أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة نهاية نشرة السلسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصرية إلى اللقاء اشتركوا في القناة